اشتركوا في القناة صلى الله عليه وسلم في إحداء حديثه قال أفشوا السلام بينكم أفشوا السلام بينكم يعني حتى نطقها جميل جدا لو نطبق فعلا هذا الحديث والله يا إخواني نعيش بسلام أفشوا السلام بينكم أتمنى تطبيق هذا الحديث لما له من فائدة جمى لنا جميعا وأيضا أيها الأحبة يجب علينا أن نتجنب مخالطة ومجالسة السفهاء من هم السفهاء السفهاء الذين يتحدثون في أعراض الناس السفهاء الذين يتحدثون عن فلان وعلان يعني تقلس معاه هو مرة شاطنه فلان وعلان ويتكلم لك عن فلانه وشفت فلانه وبنت فلان وقارن فلان ومعرف إيش هؤلاء سفهاء يجب عليك أن لا تخالطهم عشان ما يأثروا عليك بعدين تصبح مثلهم نصى الله السلام والعافية دائما صن لسانك صدقني يا إخوان من يصن لسانه والله سبحانه وتعالى يحفظه حتى في غيبتك لا أحد يتكلم لا عن أهلك ولا عنك ولا عن شيء أنت تفعله في هذه الدنيا نص الله السلام للجميع بعض الناس أيها الأحبة متذمرين بشكل عقيب غريب يعني صابه مثلا مشكلة معينة ابتلاء بسيط فجلس لك يفكر طول اليوم وخلق الوسوسة وأشياء كثيرة يا إخوان لو شوية نركز نجد بأنه بعض الابتلاءات والله هي نعم نعم أنك تغير من حالك إلى حال هي رسائل ربانية اللي يفهمها شاطر يغير من حياته إلى الأفضل واللي ما يفهمها يعيش طول حياته شقي ورسأ الله أن يبعدنا عن الشقاء طبعا بعض الأحيان واحد يقول لك أنا عندي مشكلة مالية أو مشكلة اجتماعية في البيت أو مشكلة بين زملائي أو مشكلة أي كانت هذه المشكلة هي رسالة رسالة لك لتغيير بعض من نمط حياتك للأفضل طبعا طبعا ما في أفضل أنك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتكون طول حياتك أنت قريب من الله سبحانه وتعالى يحفظك ويرسل لك صدقني الأخيار ويبين لك بيانات عن الناس التي تكيد لك المكايد نسأل الله أن يحفظنا جميعا وأن يوفقنا والسلام عليكم